السلام عليكم كديرين لباس عليكم تمنى تكونوا بألف صحة وعافية اليوم اقترحت عليكم هاد البطبيطات الزبونين الصغورين اللي كيجيو لدادين معمرين بالكفتة والبصلة كيجيو لدادين صراحتان ومسيمينات بالخليع اللي كيجيو كذلك لدادين وشاهيين وناجحين مئة في المئة هاد البطبيطات والمسيمينات اللي انا درتهم من عجين واحد ساهلين كيجيو لديه واحد الكيميائي اللي هي وفيرة جدا كنتمنا انكم تشربوهم وانهم يعجبوكم ما تنسوا تشاركوا في القناة ودعموني باللايك وبالبرتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء والضغط على الجرس إلا بغيتوا تتبعوا الوصفة ديالي بطبيعة الحال ومرحبا بكم في يومية الليلة مراكس ده بغاد المقادير ديال العجين اللي أنا درتو عندي هنا هي الكيمية مضاعفة ديال الفورس مع الكيمية ديال الفينو إذن عندي هنا جوج زلايف ديال دقيق الأبيض ديال دقيق الفورس مع زلافة ديال دقيق ديال الفينو وعندي الخميرة والملحة إذن عندي هنا واحد جوج محلقات ديال الخميرة حبيبات قريبا إذن جوج محلقات مع عمرين شمزين ديال الخميرة حبيبات إذن كان خلطهم جيدا بالماء وكان بقى كندلك فيهم عجينة لياعة ديالت ديالت لمس منك ما كنتشوفو كندلكها مزيان إذن عندو العجنة غديديرها في العجنة إذن كيف ما كنتشوفو هذا هو الشكل ديالها كما قلت لكم ما أعطت لي واحد الكيمية اللي هي وفيرة ديال البطبيطات وكمية وفيرة ديال مسيم منت ديال الخليع إذن هنا يبقيت مستمرة في الدلكة ديالكتاب زيان ومن بعد جمعتها وخليتها ترتاح في واحد الإناء واحد المدة تقريبا ديال عشر ديال دقائق فهذه المدة هذي اللي خليتها أنا باش ترتاح ليا جيت نطيب الحشوة اللي غادي ندير في البطبيطات إذن درت هنا يا واحد الكيمية ديال ثلاثة ديال البصلات ثلاثة ديال البصلات مشلدين ضفت ليهم الزيت ديال زيتون كليكم ديروا زيت النباتية دا ندرت هنا كما كتشفوه شوية بزايد باش تيجيوني ميد دمين كأن فيهم شحمة ومرما فيهم شحمة فيهم الزيت ودرت عليهم بعد ما ترخلت لي ديال البصلات ديالتي شوية نضفت ليها اللحن المفرون نضفت ليها واحد الكورة ديال الكفتة وبقيت كانت كفية هكذا إذن بدك أن فرتتها بهذا الشكل باش كتطيب مرة واحدة وكتجيب فرتها مع هذيك البصلة إذن هنا يا بنسبة التوابيل ضفت جوشت المعالق صغار عمرين ديال تحميرها الفلفل الأحمر الحلو درت الملحة ودرت البزار بواحد الميلقة صغيرة ديال تلقي بزار فلفل الأسود فقط هذي وما التوابيل اللي استخدمته إذن تحميرها والبزار والملحة أخلطهم جيداً وفي آخر مرحلة ضفت هنا يا واحد الملعقة كبيرة ديال زعتر صدقوني كدي حشوة اللي زوينة بزافة الزيدة بهذيك النكها ديال الزعتر واللون كذلك يجي مشهي بهذك التحميرها الفلفل الأحمر الحلو إذن هنا يا خلطهم زيان حتى نساج موليا وطفت عليهم وخلطهم بشي بردو إذن في هذي الأثناء هذي غادي نبدن قد أنا أولاً المسيم منها ديالي باش ما نخديش العجينة تخمير بزافة إذن بديت في الأول المسيم منها إذن شكلت واحد القرات وبديت كان قد مسيم منها تكلويهم على شكل ربعة أنا هنا يوم ما صورت لكم مش لوقيتها اللي كانت تكلوي فيها المسمن إذن كندير الخليع الخليع أو لكين عندكم أغريش تود ديره وكتشكلهم على شكل موربع دي مالجيها الخرانية كنديروها التحت وكنبدأ وكنخبزو فيهو حتى كيطيبو لينا كنبدأ وكندورهم حتى كيطيبو إذن العجين كما قلت لكم هو عجين واحد كنبدأو بالمسمن قبل ما كيخمر لنا بزاف وكيطلع لي أن الغرض ديالنا هو يكون خامر في البطبوط وفي المسمن اللي إذن كنسبقوه هذا كيجيزوين ومعاديك الخمير اللي فيها الرهم ما كيضر الشاي في المعدة إذن نصيحة دائما إلا بيت يديروا المسمن ديال الخليع أو اللي ديال هذا ديلوا في واحد تريد قادي الخميره باش ما كيضر لكمش إذن بعد ما كملتو مجيت هنا قد البطبيطات ديالي إذن كد أخذ كورة من الكورات كما كتشوفو كان بسط لها الجواني بمزيان كان سرح الجنب وكان خلي ذاك الوسط شوية غلض باش ما كتخرج ليش الحشوة وكان بقى كنلوي هكا هكذا صافي كتشدهم وكتلويهم وكتخليوها على الظهر ديالها إذن واحدة أخرى كتبستو الجنب وكتخليو الوسط هنا يغلض إذن كتبقى وكتبستو وكتدير هنا كمية من الحشو كده وكتبقى وكتلويهم كما كتشوفوهن هنا يراد دهنت سطح العمل بالزيت إذن وغد نضيف القليل فقط من الفينو في أشتنبريكا نقرسوهم كنديليهم شوية ديال الفينو كنقرسوهم على الظهر ديالهم ما تقلبوهم جد تقرسوهم على وجوههم إذن كتقرسوه على الظهر كيفما أنا حطيتهم هكذا انتو ما غادي تقرسوهم هكذا باش يجيكم وجوههم زوين إذن وكتديروا المقلات فوق النار إذن كتسغنو كتبدو كتطيبي فيهم واحدة الواء الأخرى إذن طيبي تتصغيها ورين صراحة نزوينين الشكل اللي هو زوين ومضاق اللي هو لديد هكذا ومحد هدو كي طيبو كمشي كان عمروا وحدين وخرين نبدأ لنا كدك كم تطيبهم كلهم دفعوا واحدة مرة واحدة نقلعها دي رعدي أنا كبيرة نقلعها دي رعدي أنا كبيرة فوقتك تترسو الفينو باش ما يتحرق ليكم شوي بقى ساي ندلكم دخن ويجي لمنظر ديالة وما مزين ش إذن كتديروهم في اللول قتقطعوهم بالزيت ومبعد كتديرو القليل فقط القليل قليل من الفينو باش كي يجي واحد لمن شكل اللي يزوين محر شيء إذن هكذا نراك نهاية كنصور بيد وكننجمع ليكم بيد إذن كتبقوا كتجمعو هكذا حتى كتجمع كلها وكتخليوها هند شوية دي الفينو وكننقرس إذن هن يخليوها ترساح لما تجمعو الأخرين باش كي يجي وساهلين كي يساعد العجين باش كيتترخها هند هندوما هند ها هما كنبقى 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 كنعمروا واحد الكيمية اللي غادي نطيب هاد كنصرحهم مرة واحدة كلهم دفع واحدة وكنننجرهم في المقلات المهم هو أنكم تقرسوهم من الجيهة الخلفية ديالهم إذن ذكرتهم من ديك البصال اللي قبطوا اللي جمعتوا هدا هو المهمة في الطياب باش كي يومس يعني كي يطيبوا لي من جميع جهة ديالهم كي يجوني زوينين محمرين والدادين اكتلكم المقونات او التوابل اللي استقدمتها هن يفعية ماشي كثيرة أه يعني قليلة البزار والتحميراء والزعتر وراه جو زوينين إذن الشكل النهائي ديال مسيمنات والبطيبطات ديالنا هو هدا كيف ما كنتشوفوا مسيمنات بالخليع رائعين جدا إذن لأنه انتوما مورقين وزوينين كلهم عمرين خليع لدادين وما كاد الروش فعل الخميرة اللي هي فيهم وبطيبطات اللي هما ألد بطبيعة الحال بيعجين واحد يمكن ليكون بهذا الشكل هدا عجينة وحدا تخرجوا منها اللي يبغيته يتعرفوا كيف تخدموا بيع مسيمنات بالخدمة في الأول ومطيبطات في الأخر لأن العجينة كاتخمار إذن شكل النهائي ديال ديال الفطائر ديال ووادك يجيو زوينين بزاف شكلا ومطاقا كنت سمنى انكم تجربوهم وأنهم يعجبوكم ومرحبا بكم في يومية ليلا مراكش اشتركوا في الوصف اشتركوا في الوصف شكرا